السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء شونكم شاكواركم اليوم طلاب محاضرتنا جدا مهمة أهم محاضرة بالفصل اليوم محاضرتنا محاضرتنا اليوم راح تعلمك شلون تحل مسائل الفرضية اليوم راح أعلمك شون تسوي الفرضية الفرضية اللي مدوخة طلاب واللي مستصعو بيها راح أعلمك اليوم شون تسوي الفرضية وانطيك أفكار جميع المسائل يعني هاي المحاضرة ضروري ضروري كلش ضروري شوفها لازم يشوفها وتفهمها وش عندك تركيز تخلي ليب هاي المحاضرة لازم انت مركز يعني شغلك 300% هيتشار يدك مركز إذا افتهمت هاي المحاضرة بعددت الفصل الثاني لا تفكر بي هاي المحاضرة بس تفتهمها الفصل الثاني انتهى بالنسبة إليك بعدد لا تفكر بي لأن هنا راح أطرح لك جميع الأفكار اللي راح تجي بالفصل الثاني فأريدك مركز وياي وشغلتها راح سهلة مو صعبة هي اليوم راح نسوي فرضية راح أعلمك شون نسوي الفرضية راح أعلمك بطريقة بسيطة جدا كلش بسيطة يعني ما تتخيل شون راح أسهلك ياها فهاي المحاضرة انا راح أسميها محاضرة تهكير الفصل الثاني اليوم راح أهكر لك الفصل الثاني كل مسألة بعد تجيك على الفصل الثاني انت بعد ما تهتم لها بس كون تركز وياي بها المحاضرة هاي انت مت تعلم السوي فرضية ومنت تعلم يعني توظف معلوماتك بالمسألة بشكل صحيح اعتبر الفصل الثاني انتهى هي مسألة الفصل الثاني مسألة توظيف عندك معلومات كون المعلومة توظفها بالمكان الصحيح بعد انتهى المسألة انتهت عندك ومسألتها درجتها لا يستهام بها ثمان درجات عشر درجات ممكن 11 درجة هو قلنا احنا الفصل الثاني من 15 درجة للعشرين درجة فاليوم على مسألة تجيك مثلا ثمان درجات او عشر درجات من هالمحاضرة انت تخلي العشر درجات بجيبك زيان ابو يا اريدك تفتهم وياي وتركز وياي ودفترك وياي شكتب وياي زيان عيني تعالوا اياي شباب احنا اليوم ريدي نساوي فرضية للمسألة اشراح علمك شون الفرضية باوع احنا بالفصل الثاني فصل المعادلة فصل الشنو؟ معادلة انت تشتغل على المعادلة مسألة الفصل الثاني شون تحلها؟ معادلة فرضية قانون معادلة فرضية قانون تعالوا اياي اهم من المعادلة واهم من القانون هي الفرضية شون تسوي الفرضية وشلون توظف معلوماتك بالفرضية تعال خلو نتعلم عندك معادلة رح اكتب لك معادلة بسيطة جدا باوعوا اياي أنت أنت شنو مكانك هنا؟ متفاعلات تروح وين؟ تروح للنواتج النواتج راح نسميه أبو المحل أبو شنو؟ أبو المحل هنا شنو بابا؟ نواتج يعني شنو؟ عندك معادلة أنت بالمتفاعلات وبالمحل اللي تشتري من عدة نواتج فرضا فرضا كان عندك مئة ألف تريد تشتري بها ملابس طبعت لأبو المحل أنت شقد بجيبك؟ بجيبك مئة ألف يعني ابتدائياً ابتدائياً بالبداية بالبداية شقد عندك بابا حبيبي؟ بالفرض هي عندك ثلاث شغلات عندك ابتدائي اللي هي أما تراكيز ابتدائية أو ضغوط ابتدائية وعندك التغير بالضغوط أو التراكيز وعندك التراكيز النهائية أو الضغوط النهائية باعوا يا حبيبي بالبداية أنت شقد قد عندك شجد تريد تسوي؟ عندك مئة ألف تريد تشتري بها ملابس شجد تشتري؟ ملابس باعوا يا حبيبي عندك هنا Arctic 100 أنت حالتك اللي هي تريد تريد عدك عندك 100 شقد هسا بجيبك أنت تسويك طبعت لأبو المحل شقد بجيبك؟ بجيبك مئة ألف بالبداية بداية ما طبعت المحل بجيبك شقد مئة ألف أبو المحل شقد ما أراد من عندك هاي المئة ألف في البداية بعدك كل شي لا أخذ ما معيشتري أروا الحق لا أخذ من عندك لا أخذ من عندك أو شي إذا تركيزه بأمع بابه idé headline بالبداية أروا الحق لا أخذ من عندك فلوس undert أنت حالياً بالبداية عندك مئت ألف رحمن الحق لا نطاق بالبداية أو تفتع النتاق بالبداية عنده صفرcycleً rights حالياً ما أخذ من عندك أو شي يعني بعض لا ملابس أو شي طبيعت للمحل على فرض أجبك هذا البودي طينا هذا البودي اللي بس تقدر تصال عليك طينا هذا البندرون أخذت هذا البندرون طينا تكرمون هاي الحداء أخذت هاي الحداء بعدك ما تدري شقد الحساب بس أنت متيقن أنه هاي الميت ألف اللي بجيبك راح تقل شو راح يصير بيها؟ راح تقل إذن هنا راح يصير عندك تغير بهذا المبلغ بس شقد التغير ما تدري لأن أبو المحل بعده ما قايل لك بيش راح يصير عندك تغير التغير راح نرمز له أكس شو نرمز له؟ نرمز له أكس زيان شباب هاي الميت ألف شو توقعون راح تقل بالنسبة إليك لو تزيت؟ أنت من راح تشتري شغلة الميت ألف راح تضل نفسها لو تقل أكيد تقل فأنت بالبداية نقصد المتفاعلات بالبداية راح تكون إشارتها سالمة بالتغير بالضغوط أو التراكيز أنت التغير ماتك راح يصير سالب لأن أنت من راح جابك الميت ألف وراح تأخذ مثلا بودي والبنطرون والمعرف شنو تجي تأخذ هين؟ أكيد أنت راح تقل المبلغ ماتك راح يقل فمن راح يقل يصير شنو؟ سالب إشارته زيان أبو يا؟ راح تصير إشارته شنو؟ سالب بالمقابل أبو المحل من راح يتغير أيضا راح يتغير بمقدار أكس ما يعرف هو هسا أنت إش قد هذا؟ إش قد راح يأخذ منك فلوس بعد ما حاسبهن؟ بس هو على يقين أنه هو راح يزود الصفر مات حاليا المبلغ اللي أخذ من عندك صفر بس هو متيقن أن هذا الصفر راح يزود فرح نرمز للزيادة أو للتغير راح يصير عنده بالمحل راح نقل له موجب أكس يعني بما معنى التغير نرمز له شنو؟ التغير نرمز له بالرمز أكس بالمتفاعلات راح ينقص بالنواتج راح يزيد لأن منطقيا أنت منطبيت لب المحل وبجيبك ميت ألف واخذت بانطرون وبدي وقميص ومعرف شنو؟ أكيد أكيد هذا المبلغ من راح يتغير راح يتغير نقصان يصير به شي صير بي بابا؟ يصير بي نقصان والنقصان إشارته شنو؟ سالبة إشارته شنو؟ سالبة راح يصير إشارته سالبة أما بالمحل راح يصير راح يصير عدة زيادة راح يصير شنو؟ زيادة فهذا الأكس ما تتغير ما راح ينقصب المحل راح يزيد راح يصير موجب أكس راح ينقص زيادة شنو تعرف مبلغك النهائي؟ إش قد راح يبقى عندك؟ الباقي ماتك إش قد؟ ش راح يسوي؟ راح تقول أصلاً أنا كان عندي بالبداية 100 صح لو مو صح؟ هنانة راح أجمع المبلغ البتدائي والتغير ماته التغير ماته سالب التغير ماته شنو؟ سالب أكس فراح يصير مية موجب بالسالب سالب أكس فتنقص المية من عدها أكس تنقص من عدها أكس راح يطلع لك المبلغ النهائي على فرض الأكس قيمته خمسة وسبعين أنت ش قد شان عدك؟ شان عدك مية الأكس ش قد قيمته بابه خمسة وسبعين إذن المبلغ النهائي الباقي عدك ش قد؟ خمسة وعشرين زيادة أبو المحل راح يجمع تركيزه الابتدائي أو مبلغه الابتدائي ويالتغير اللي صار عنده راح يقول صفر زاد أكس ينزل أخير شي أكس شينزل أخير شي أكس أبو المحل أو هنا أنا أنت أنت ش قد طلعت القيمة مع الأكس طلعتها خمسة وسبعين ألف إذن أبو المحل أخذ من عدك خمسة وسبعين ألف زاد من الصفور للخمسة وسبعين من الصفر المن؟ للخمسة وسبعين بالمقابل أنت من المئة للخمسة وعشرين من المئة للخمسة وعشرين هي هاي الفرضية هي هاي الفرضية طب لا بالمحل بجيبك إشقد بجيبك مئة ألف أبل المحل إشقد ما أخذ من عندك ما أخذ ولا شي ما أخذ شي من عندك أخذ فد مبلغ من عندك لا حالياً بعدك بالبداية تباوع ده تشوف هذا يعجبني هل ما يعجبني ممكن ما تشتري ممكن ما تشتري عجبك هذا القميص عجبك هذا البنطرون عجبك هذا البودي يابا أنت افتهمت أنه المئة ألف مادتك راح يصير بها تغير بس التغير مالتها نقصان له زيادة نقصان له زيادة منطق منطق أنت عجبك فلان شيء وفلان شيء وفلان شيء أكيد المئة ألف مادتك شبيهة راح يصير بها نقصان فراح تفرض النقصان مادتك تفرض X هذا التغير مادتك اللي راح يتغير راح تفرضه شنو؟ راح تفرضه X بس الـ X مادتك التغير مو زيادة لا نقصان لأن مبلغك الابتدائي رح ينقص مبلغك الابتدائي رح ينقص فتجي أخير شي تجمع الابتدائي زائد النهائي فيطلع عندك المبلغ الباقي ماتتك الباقي الباقي ماتتك أما أبو المحل بالبداية هو كان صفر إيش قصصار؟ هنا هو ما ما أخذ من عندك شي بس عرف أنه أنت من عجبك فلان شي عجبك فلان شي هو رح يصير عند تغير بالمبلغ ماتته بس التغير ماتتا عكسك أنت صار عندك نقصان أنت انضيته بالمقابل هو رح يأخذ من عندك هو رح يأخذ من عندي بين أخذ من عندي معناته هو رح يزيد وآن ش رح يصير عنده نقصان من نجي أجمع هذا الابتدائي مال أبو المحل والمتغير ماتته يطلع عنده المبلغ الناتج ماتته يطلع عنده الناتج أو المتكون مال أبو المحل المتكون مال أبو المحل زيان بابا؟ هسه صارت عندك فت فكرة يقول عشوائية عن الفرضية افتهمت انه الفرضية صير بتلف خبوات الخطوة الاولى يصحولها ابتدائي الخطوة الثانية يصحولها تغير الخطوة الثالثة يصحولها نهاي يصحولها شنوه؟ نهاي اذا بالبداية عندك الضغوط او التراكيز الابتدائي الضغوط او التراكيز الابتدائي بالمرحلة الثانية راح يصير عندك تغير ما عندك هنا ضغوط؟ أوكي رح يصير عندك تغير بالضغوط عندك تراكيز ابتداية رح يصير عندك تغير بالتراكيز بالنهائي رح يصير عندك شنوه؟ لو تراكيز نهائية لو ضغوط نهائية وتقدر تسميها التراكيز عند الاتزان أو الضغوط عند الاتزان فهذا أنت افتهمت أنت شنو بابه هسه؟ افتهمت أنه الفرضي يصير بثلاث خضوات ابتدائي تغير بالتراكيز أو الضغوط وضغوط نهائية أو عندها الاتزان أو عندها الاتزان إذن هسا فتهمنا انه الفرضية شبيهة الفرضية ثلاث خطوات ينطيك تراكيز ابتدائي أو عندك تراكيز ابتدائي هيا رح يصير بها تغير وتطرح هذا من هذا رح يطلع لك النهاي تطرح التغير من الابتدائي يطلع عندك الشيء الباقي عندك يعني شلون؟ يعني مثلاً 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 أنت رحت مثلاً تشتري فد شيء من المحل طبقت بجيبك عشرة ألاف أو خمسة ألاف شقدت بجيبك؟ خمسة ألاف رحت اشتريت لك فد تشيبس التشيبس جدت قيمته ألف دينار زيان بابا؟ فأنت شراح تقول؟ تقول أنا بالبداية شان عدي؟ عندي عشرة ألاف زيان؟ بيش اشتريت؟ اشتريت آني بألف واحد من تضرح الألف من العشرة رح يظل عندك تسعة ألاف هو النهائي ماتك إذن التغير ماتك جدت كانت قيمته واحد هذا التغير احنا ما نعرفه بالمسائل ما رح نعرفه رح نرمز لأكس التغير رح نرمز لشان هو أكس يعني بالتراكز النهاية يصير عشرة ناقص أكس إذا عرفت إشارة أكس انتهي السؤال أو عفوا مو إشارته قيمة أكس رح انتهي السؤال بالنسبة لك يعني رح يصير عشرة ناقص واحد ويصير عندك النهائي عشرة هسا هاي فد مقدمة للفرضية هسا رح أعلمك شون تسوي الفرضية وخطوة خطوة رح أعلمك وانطيك كل الأفكار بيها عندنا احنا تشم مرحلة بالفرضية ثلاث مراحل ابتدائي تغير بالضغوط يعني بالضغوط أو التراكيز والنهائي زيان بابا تعالوا إياه هنا عند إعطاء ثابت الاتزان كيسي أو كيبي أو التراكيز الابتدائي أو الضغوط الابتدائي والغرض منها إيجاد مزيج الاتزان أو إيجاد تراكيز النهائية تبنى هذه المعلومات بشكل مخطط أسفل المعادلة وبثلاث مراحل بثلاث مراحل اللي هي المرحلة الابتدائي والتغير والنهائي راح تجينا المسائل ليس مثل المسائل اللي حليناهم بالمحاضرة الثانية المحاضرة الثانية كان منطينا تراكيز عند الاتزان قبل كان الحل مباشر جبنا التراكيز عوضناها بكيسي وطلعنا قيمتها أو جبنا الضغوط عند الاتزان عوضناها بكيبي وطلعنا قيمتها كان ذاكا مباشر هذا شون نقدر نقول لغير مباشر زين بابا؟ هذا راح ينحل بالفرضية تعال نتعلمانك شون نسوي الفرضية خلي نقول عدي هاي المعادلة اثنيا اي يعني هاي معادلة افتراضية زائد ثلاثة بي راح ينطينا أربعة سي أربعة شنو بابا؟ سي طبعا للعلم كله غازي هو ما يحتاجه الغازي هنا بس أنا يعني عمود الضر رابط وياي راح أعلمك شون تعوض الضغوط الابتدائية أو التراكيز الابتدائية باباتي عدك ثلاثة مراحل بالفرضية المرحلة الأولى اللي يصيحولها التراكيز أو الضغوط الابتدائية هل شنو؟ الابتدائية هسا تقول لستان أكتب التغير بالضغوط أو التراكيز؟ أكتب التراكيز النهاية؟ لا حاليا أنا أريد علمك بس الابتدائي آني آني حاليا شريد من عندك بس الابتدائي بس شنو؟ بس الابتدائي طبعا هذا هناك النواتج دائما أو في الأغلب صفر واكتب له ملاحظة النواتج بمسائل الفرضية دائما صفر بس لكن في مسائل حاصل التفاعل لا تساوي صفر هسا سنأخذ موضوع اسم حاصل التفاعل حاصل التفاعل النواتج عنده مستاوي صفر أما بالفرضية لا النواتج صفر النواتج شبيهة صفر تعالوا إياي هنا أنا هذا المكان بابي هذا المكان هذا يصيحوله الابتدائي ماذا يصيحوله؟ التراكيز أو الضغوط الابتدائية التراكيز أو الضغوط الابتدائية راح تجيك بالمسألة ضغوط الابتدائية أو تراكيز ابتدائية شلون تعرفها؟ شلون تعرف التركيز ابتدائي ولا الضغط ابتدائي؟ تعال أعلمك شلون تعرف هذا الرقم ابتدائي بقى حبيبي سؤال كيف نعرف أن الرقم هو راح يطيك رقم يا أما معلوم يا أما مجهول هو ابتدائي أنا إذا أدرسك هسا والله العلي العظيم ما معتبرك طالب يوتيوب ما معتبرك طالب قاعد قدامي وأريد أفهمك الموضوع يعني بكل حذافيرة تعال شلون أعرف الرقم أو يعني الرقم اللي طيناه هو ابتدائي؟ ضع بياي الجواب يأتي بعد الكلمات ورما تشوف أن الكلمات يجو وراها الرقم من الشوفة تقول هذا ابتدائي شنن الكلمات؟ انتبه الكلمات كالآتي وضيعة مزيجة سخنة أدخلة أدخلة كم كلمة صارا؟ أربعة وضيعة مزيجة سخنة أدخلة بعد إش عندك بابا؟ زين خلطة عندنا هنا خلطة با هذن كم كلمة؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة خمس كلمات وضيعة مزيجة خلطة سخنة أدخلة راح يجي وراها الرقم مثلا أدخلة ثلاثة مول أدخلة صفر بوينت واحد مزيجة صفر بوينت اثنين سخنة صفر بوينت واحد زين بعد إش عندنا خلطة صفر بوينت أربعة هذا الصفر بوينت أربعة تراكيز ابتدائية تراكيز شنية؟ ابتدائية با حبيبي إذا أجاك وضع صفر بوينت أربعة من ايو بي عرفت أنه انت ايو بي قيمة ابتدائية وتركيز ابتدائي اش قد؟ صفر بوينت أربعة مزيجة سخنة ادخلة بعد كلمات هي معرفة نفسها هي معرفة نفسها مثل مثل نقول لك تراكيز أو ضغوط ابتدائية بعد هو الرجال رحوما نقول لك وكانت التراكيز ابتدائية هل قد بها هل قد اذا هاي هم تدل على التراكيز ابتدائية أو تراكيز أو ضغوط قبل التفكك قبل الشنو؟ قبل التفكك تعال اعلمك شون يجيك الرقم بالسؤال هذا النانو ما اتيهك أبد ما اتيهك تعال تعال انا ادخل ليها هاي اعلم و افهمك يجيك بالسؤال قال لك سؤال فصل ثاني مثلا قال لك والله وضع صفور بوينت اربعة مول من اي و بي ها قال لك وضعه اش قال لك احفظوا اياي وضعه مزجه سخنه ادخله خلطه تم كلمة خمس كلمات وضعه مزجه سخنه ادخله خمس كلمات إذا لقيتهم معنات هالرقم شنو اللي يجي وراهن الرقم اللي يجي وراهن ابتدائي قال لك وضعه صفور بوينت اربعة مول وضعه صفور بوينت اربعة مول الوضعه وين ها استاذ بالتركيز الابتدائي معناتها هاله صفور بوينت اربعة تركيز ابتدائي استاذ وين عوضه تعوض لي اياه بالمرحلة الاولى بالخطوة الاولى تقول له هنا اكو صفور بوينت اربعة وهنا اكو صفور بوينت اربعة استاذ لعدوي النواتج النواتج دائما صفور بالفرضية دائما صفور ليش استاذ منطبقت لابو المحل اشكذ ما اخذ من عندك استاذ ما ما اخذ من عندشي معنات قيمته ببداية التفاعل ببداية ما طبقت للمحل معنات قيمته صفور زين هسا قل لك وضع صفور بوينت اربعة مول من اي و بي عوضت وين؟ عوضت بالتراكيز الابتدائي او الضغوط الابتدائي بعد شون يجي للسؤال استاذ باوع سؤال قل لك موزجة صفور بوينت اثنين مول من اي و صفور بوينت واحد مول من بي ها تعال على كيفنا عدنا احنا دلالات اول شي قل لك موزجة موزجة وين 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 موزجة هنا تراكيز ابتدائي او ضغوط ابتدائية صفور بوينت اثنين معنات هنان شنوبابا معنات هنان شعدي عندي ابتدائي من اي و صفور بوينت واحد مول من بي اذا صار عدك تركيزين صار عدك شنوبابا صار عدك حبيبي عندي استاذ رقمين إجن بعد كلمة مزيجة إجن بعد كلمة شنو مزيجة مادام إجن بعد كلمة مزيجة إن إذن هن ابتدائيات تعال خنعووض هنانو ياك أمسح هاي خلي نعووض هن مرة ثانية قريد أطيق صيغة سألتار يعني مو عبالك دام سحاني يعني إذا كر عليك هتشي لا أقول لك شون يجيك السؤال بالتراكيز الابتدائية مزيجة صفر بوينت اثنين مول من أي عووض يم أي صفر بوينت اثنين وصفر بوينت واحد مول من بي عووض يم بي صفر بوينت واحد إذن هس عرفت التركيز الابتدائي شنو التركيز الابتدائي اللي يجيني وراء بني الكلمات لا عبالك خلصت لا راح ألح عليك الحاد ما تفتهمها تعال إجاك سؤال لاخ قل لك شخينة مثلا مثلا صفر بوينت واحد مول من أي و مولات من بي مولات منين من بي هس نجعنوا إياك سخنة يا هي استاذ ابتدائي شن عرفت ابتدائي استاذ كلمة سخنة معناته تركيز أو ضغط شنوه أو ضغط ابتدائي تعالوا إياي قل لك سخنة صفر بوينت واحد مول من أي هاي صيغة السؤال يعني أوكي استاذ معناتها أي قيمتها شقيت قيمتها صفر بوينت واحد تركيز الابتدائي صفر بوينت واحد زين و مولات من بي مولات من بي ها يعني هاي المولات همينة شبيهة همينة ابتدائية لأن جدت بعد كلمة سخنة زين شقيت هاي المولات والله استاذ ما أعرف هو قال مولات شنو قال مولات يعني أنت ما تعرف شقيت هنه أي استاذ ما أعرف هن من يقلك مولات مثلا قلك مع مولات من بي أو يقلك كمية من بي من قلك مولات من بي أو كمية من بي معناتها هاي الكمية ابتدائية لأن جدت بعد كلمة سخنة ليش لأن جدت بعد كلمة سخنة وهي شبيهة مجهولة شبيهة مجهولة ما أعرفها إذن هنا أنا راح أفرض التركيز ما الابتدائي ما للبي مجهول أقول لي يا أبا هذا أفرضه مثلا أنا أقدر أفرضه أي بس راح أيرمز ببالك أفرضه أنا من يم راح أفرضه واي ليش؟ لأن ما أعرفه هو قل لمولات من بي وسبقة هاي المولات كلمة سخنة إيش سبقتها؟ كلمة سخنة زيان بعد أجعني سؤال لاخ شي يقول مثلا أدخلت كميات بين قوسيا مولات من أو متساوية من أي و بي شنو؟ أدخلت أول كلمة قل لك أدخلت أدخلت معناتها شنو؟ شت دل؟ شت دل؟ شت دل؟ أدخلت؟ هنا أنا هنا أنا أدخلت معناتها ابتدائية أدخلت بس خلينا عليها شنو؟ تا أدخلت إن كنتا التأنيث معرف شنو أنا مو قوي بالعربي زيان؟ أدخلت كميات متساوية من A و B زيان أدخلت ابتدائي أدخلت شنو؟ ابتدائي كميات أدخلت هاي الكميات؟ أستاذ والله ما أعرفها حلو، ليش ما تعرفها؟ إنه منطقية بالسؤال فمنطقي أخو ما تقرأ الغيب؟ لا أدخلت لك؟ أدخلت لك متساوية هاي الكميات متساوية أنا أدخل لك أنت و أنت طالبين قاعدين قدامي أدخلكم روحوا أخذوا لي كمية من الأقلام متساوية أنت هنا مجبر إذا صاحبك أخذ قلمين أنت لازم تأخذ قلمين أنت أخذت أربعة صاحبك يأخذ أربعة فهنانا ما دامها متساوية و ما تعرفوا جد راح نفرضها احنا ش راح نسوي لها؟ راح نفرضها نفرضها رمز وبعدها نستخرجها يعني ش راح نقول راح نقول هنانا كمية من أي؟ شبهها الكمية؟ ما أعرفها؟ راح أفرضها واي بس قل لي كميات متساوية من أي وبي ما دامها متساوية إذن الكمية مال بي هم معنى واي الكمية مال بي هم معنى شبهها هم واي شنون عرفتها الثاني؟ لأن ما نطعني رقم و شنون عرفتها ابتدائية لأن قال لي كلمة شنو؟ كلمة أدخلت كلمة شنو؟ أدخلت عفو التاء كلمة أدخلت أدخلت زين بعد بعد استعال تعال يجيك سؤال يقول لك يابا هسا أخذنا أدخله موزجه سخنه وضعه بعد ياه ما أخذناه خلطه مثلا جاء أقل لك خلطت يعني خلطة مولات بينقوسيا كميات مختلفة من A و B كميات شبيهة مختلفة من A و B أوكي استاذ اتتعلمتني خلطه معناته ابتدائي والله انت ورد وممتاز استاذ قال لي مولات أوكي اشقد هاي المولات طانك رقوم لأستاذ ما أعطاني قال لي مولات مختلفة من A و B استاذ من قال مولات ومعطاني رقوم معناته التركيز الابتدائي ما لأي والتركيز الابتدائي ما لأي معناته شبيه مجهول إذا مجهول شو سوي له تفرضه من يمك شو سوي له انت انت تفرضه من يمك بس هنا للمعلومة ما قال لك مولات متساوية قال لك مختلفة إذا مختلفة أفرض لأي رمز لأي خلطه فرفت لـ Y الـ B هم راح تفرضه بس ممنوع تفرضه Y ليش له مختلف عن A تفرضه رمز ثاني أي رمز أنا راح أفرضه Z هسا تريد فرضه G تريد فرضه H أي رمز يعجبك فرضت أي رمز من الحروف الإنجليزية بس أنا فضلك الـ Y و Z عدا شوف كم حرف بالإنجليزي عندك 26 إلى 28 يمكن 26 كل الرموز لك بس رمز واحد الـ X لا يريدك تفرض به الـ X لا يريدك هنا تخلي بالبداية ممنوع منع باطن تفرض لي رمز X ممنوع منع عن باطن تفرض لي X هسا باوعوا يا حبيبي هسا تعرفت إنهم من تجيك يجيك رقم وراء كلمة وضعه مزجه سخنه أدخله خلطه معناتها ما يجيك ابتدائي؟ ما يجيك الرقم؟ ابتدائي ما هو الرقم اللي يجيك؟ ابتدائي ما أنا عارف التركيز الابتدائي؟ يجين وراء كلمة خلطه وضعه مزجه سخنه أدخله خمس كلمات ذني تحفظهم مثل ما حافظ اسمك أنا نطيتك ذني واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة خمس صيغ ذني ماكو سؤال يعبر عليهم ماكو سؤال يعبر عليهم أنا دعطيك الصيغ الموجودة بالوزاري وبالمنهج زيان بابا؟ فأغلب الأسئلة أغلب الأسئلة هيتش جاي بيلك إياها هيتش جاي بيلك التركيز ابتدائي هيتشي زيان حبيبي؟ باوا عياي هس احنا اتعلمنا شون نسوي التركيز الابتدائي؟ طبعا التركيز الابتدائي قبل الاتزان راح يصير عندك هنا بالنهاية أو باللوسط وبالنهاية يصير عندك اتزان الاتزان الكيميائي راح يصير عندك بالخطوة الأخيرة لهنا أنا كون افتهمت لشين التركيز الابتدائي هاي الشغل مات وهي عندك الشي اللي شرحنا يعني وضحنا عاليا هذا الابتدائي مبلغ قالك الابتدائي يعني من ابوكي يقول لك مثلا 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 قالك أنا خلطت 5000 خلطت خلطة قالت ابتدائي قالك مثلا مثلا أنا وضعت 1000 دينار قال هذا ابتدائي مثلا قالك مزجة 1000 و 5000 قالت صارن صارن ستة قال لبابا ال 1000 و 5000 ما دام قالت مزجة معناته ابتدائي قال لك أنا اليوم دخلت للبيت فد 10,000 وياها كمية مجهولة ثانية ما أعرفها شقدت قال لبابا هاي الكمية المجهولة وال 10,000 هاي كلها ابتدائي زيان فالابتدائي يا حبيبي بالمختصر يجيك بعد كلمة وضعها مزجة سخنة أدخلة خلطة ذلك الخمس كلمات تحفظهم مثل ما أحافظ اسمك بالإضافة إذا قال لك تراكيز ابتدائية أو تراكيز قبل التفكك قبل التفكك يعني قبل كل شيء أنا قل لك ما قد فلوسك قبل لا تشتري؟ قل لي نفسهم 100,000 هذا قبل التفكك يعني قبل ليصي التفاعل قبل ليصي التفاعل قبل ليصي التفاعل افتهمنا شون تراكيز ابتدائية هسا؟ إذا افتهمناها هاي الصبورة شوف هاي و هاي ينكتبا عشر مرات قلت لك أنا ما معاملك يا طالب يوتيوب تجي تتباعل المحاضرة و تمشي لا أنا أريدك تضبط المادة هاي المحاضرة ما دامك متابعني بشكل مستمر هاي و هاي عوف هاي ختولي هاي كتب لي ياها هتش بش اسمه يعني فوق سويها على شكل ملاحظة أنه تتذكر عليها أما هاي و هاي تكتب ليها عشر مرات المرحلة الأولى خلي ليها بورقة المرحلة الثانية اللي راح نأخذها فادي شوية بورقة المرحلة الثالثة أيضا راح نأخذها هامو بورقة يعني فرضيتك راح تصير ثلاث صفحات ذن ثلاث صفحات راح يحلل لك كل المسألة بالفصل الثاني جيد حبيبي انتظرني بالصبورة الثانية راح أعلمك شون سوي التغير بالتراكيز ماشو بابا؟ يلا يلا طلال رجعنا وياكم خلي نكمل الخطوة الثانية من الفرغية هسا احنا خذنا التراكيز أو الضغوط الابتداية باع احنا شو نكتب تراكيز بوقت نكتب ضغوط اذا نطاك تراكيز يعني عدد مولات تحولها تراكيز انت تكتب التراكيز ابتداية واذا نطاك مثلا نقل لك وضع ثنين أتم ثلاثة أتم وضع أو سخنة أربعة أتم صفر بوينت واحد أتم معناتها هنا أنا رح تكتب ضغوط وأنا رح أعلمك بالمسألة ما لك علاقة بس أريدك تتعلم شون سوي الفرضية بس هاي أريدها من عندك آني المرحلة الثانية من الفرضية مرحلة التغير بالتراكيز أو الضغوط هنا احنا شو قلنا؟ قلنا عدنا تغير رح يصير مرحلة التغير بالتراكيز أو الضغوط نفرض كمية المتفكك أو المتحلل X رح نفرضها شو ما شو قلنا احنا؟ نفرضها X من أي مادة مضروب بعدد مولات المادة بالمعادلة شون يعني تعال أعلمك؟ باع هنا رح نكتب يا حبيبي رح نكتب التغير بالضغوط هنزلها جوه أو التراكيز تغير به من بابا؟ لو بالضغوط، لو بالتراكيز خوش حاجي على الملاحظة على شنو؟ على الملاحظة يقول انفرضها X ونضربها بعدد المولات شون تعال أعلمك؟ احنا هنا مو قلنا التغير مال تكمل المبلغ رح نفرضها X ايه؟ ستعال انفرضها X تعال افرض لي هنا X هذا X وهذا فرضا X وهذا فرضا X وهذا هما فرضا X خوش حاجي يعني رح يصير تغير بالمتفاعلات وبالنواتي بالمتفاعلات رح تكون الإشارة سالبة وقلت لك أنا لي أشارة ببداية المحاضرة لأن انت رح يصير عندك نقصانة وبالمحر رح يصير عنده زيادة المتفاعلات رح تكون ناقص X ناقص X والنواتي زائد X زين هنا يقول مو بأس X يقول مضروبه بعدد مولات المادة بالمعادلة يعني شنو؟ يعني هاي المادة ش يسمها A؟ المتغير مالتها X بس هنا المتغير مالتها لازم ينضرب بعدد مولاتها يعني رح يصير ناقص 2X هاي المادة ش يسمها B؟ شكل عزم مولاتها 3 هي ناقص X بس لازم يصير ناقص 3X على موضوع يصير التغير مالت تراكيز مال المادة B هاي المادة شكل عزم مولاتها 4 رح يصير زائد 4X إذن التغير بالتراكيز نرمز له شنو؟ نرمز له A المتفاعلات سالبة والنواتج شنو؟ موجب وعلمتك أنا أخليك أخليك أن ذكره المتفاعلات سالبة والنواتج موجب وخلاص لا، فهمتك ليش صارت سالبة وفهمتك ليش صارت موجب بس هنا أنا وشيد من عندك وريد 260 McKY داني ذокой و بالنواتج زائد X تضرب لياها أ bending كل متغير ضربة بعدد مولات المدادة يعني هنا لو كان لدي مثلاً هاي المعادلة مثلاً عندي أربعة أربعة سي أل زائد اثنين أي راح ينطيك خمسة هاي معادلة يعني لا على التعيين لا حد يأخذها مثلاً راح يطيك خمسة أي سي أل فرضاً هنا تركيز ابتداي مثلاً صفر بوينت اثنين صفر بوينت اثنين وهنا صفر التغير بالتراكيز هنا سالب أكس سالب أكس زائد أكس زائد أكس هنا من تفرض لازم تضرب المتغير ما تكبع عدد المولات مع العنصر ما قال مولات العنصر أربعة يصير ناقص أربعة أكس ناقص اثنين أكس زائد خمسة أكس إن شاء الله واضحة إن شاء الله واضحة زين احتمال بالموعاق أو يعني بالسؤال يجي يمطيك القيمة مالة الأكس أستاذ أنا اللي ابتداي عرفته يجيني بعض كلمة وضعه مزجه سخنه أدخله خلطه أشلو نعرف الرقم اللي الطينية هو التغير بالتراكيز هو شنوه التغير بالتراكيز خلنا نزل لكم إياه اللي جا وعلموا يصير شغلة مرتبة هاي راح يصعدنا سالب أثنيا أكس وهنا ناقص ثلاثة أكس وموجب أربعة أكس بقى حبيبي إشلو نعرف الرقم ذات طانية مثلا قيمة أكس اللي ابتدايها عرفته الثاني يجوز يطين قيمة أكس بالسؤال ايو والله صحيح يجوز يطينك ياه زين السادس شون نعرفها؟ تعال وياي يعلمك شون تعال سؤال أنت سألته كيف نعرف قيمة المتغير أكس في المعادلة؟ شون أعرف قيمة المتغير أكس بالمعادلة؟ يعني دعطاني رقم وهو للمتغير شلون أعرفه؟ تعال وياي يعلمك شون تعرفه؟ الجواب بعد هذه الكلمات شنن الكلمات؟ يجيك يقولك مثلا ما استهلك هو متغير يعني استهلك ما استهلك أو ما تحلل أو ما تفكك أو ما تأين ذني أربع كلمات ما استهلكه ما تحلله ما تفككه ما تأينه إذا لقيت كلمة استهلاق تحلل تأين تفكك معنات هالرقم المنطيكيه هو هو للتغير بالتراكيز للتغير بالتراكيز وذني كلياتهن متفاعلات ذني الأرقام ذني شبيهن متفاعلات يعني من تلقي هاي المستهلك هو رح يقولك مثلا ما استهلك من أي صفر بوينت واحد معناته قيمة المتغير مع الأكس هو صفر بوينت واحد زيان بابا تعال زيان استاذ وبعد يا كلمات احتمال يقلك مقدار النقص مثلا كان مقدار النقص في تركيز أي صفر بوينت أربعة معناته هم المتغير مع الأي المتغير مع الأي مقدار النقص خاص بالمتفاعلات خاص بيمن؟ بالمتفاعلات يعني لول هاي لول هاي لول هاي لول هاي لعدو النواتج استاذ النواتج راح يا حبيبي راح يقولك مقدار الزيادة مقدار شنو؟ الزيادة هذا شنو يا حبيبي؟ هذا نواتج هذا نواتج إذن هنا هنا انتبه وياي انتبه وياي انتبه يا حبيبي قال لك مقدار الزيادة ومقدار النقص أنت هنا صار عندك بالمتغير راح يسعدك زيادة وهنا راح يسعد عندك نقصان أنا بدايكات بك ياها أستاذ شلون أعرف هذا المتغير داجاني إذا جاك بعض كلمة ما استهلكه ما تحلله ما تأينه ما تفككه أربع كلمات ذلك كل هندالات على المتفاعلات ومقدار النقص أيضا يعني شم كلمة صارا خمسة ما تحلله ما تفككه ما استهلكه ما تأينه مقدار النقص أستاذ والنواتج هزالطان هنا هنا هو نادرا ما يطيك يعني قليل من الأسئلة يطيك ياها بس لازم تعرفها التطاقية شون بالله ما تعرفها مقدار الزيادة مقدار الزيادة معناتها التغير وتراكيز النواتج زيئة أستاذ أطين الصياغ اللي يجي بهالسؤال أطيك الصياغ با قبل شوي احنا راح أثبت سؤال وغيره قبل شوي احنا مثلا قلنا سؤال وضع 0.4 مول من A و B من A و شنو و B لهنا أنا الحجة هذا كله ابتداي لعد وين يصير التغير بالتراكيز بعد هاي الكلمة وصل التفاعل إلى حالة الاتزان با التغير بالتراكيز سجلها ملاحظة يمك قيمة التغير بالتراكيز سجل ملاحظة قيمة التغير بالتراكيز وقيمة التراكيز النهاية توجد بعد كلمة وصل التفاعل إلى حالة الاتزان قبلها قبلها كله ابتداي قبل وصول التفاعل إلى حالة الاتزان كله تبتداي هسا قل لك وضع 0.4 مول من A و B ووصل التفاعل الى حالة الاتزان فوجد انه ما استهلك من اي صفر بوينت اربعة مول او مولاري صفر بوينت اربعة مولاري قل لك ما استهلك من اي صفر بوينت اربعة شنو مولاري استاذ شون اتعامل وي هاي المعلومة انا اعلمك شون اتعامل هو قل لك من اي روح لي على المادة اي استاذ هاي الاي وين المتغير ماتها زيان ليش المتغير ماتها مستاذ قل لي ما استهلكه اذا الرقم اللي يجي بعد المستهلكة بعد كلمة استهلكة معناتها تغير بالتراكيز هسا استهلكة وين موجودة بالتغير بالتراكيز تروح لي على الفرضية ماتك شوف لي المادة من هي اي وينها المادة اي هاي السطر الثاني اللي هو التغير بالتراكيز السطر الثاني اللي هو التغير بالتراكيز قال لك هنا 2x أو صالب 2x. هنا يا حبيبي، من تريد تطلع قيمة x؟ تأخذ لي بس 2x بدون الإشارة. بدون الإشارة. هو قال لك. قال لك فوجده إنما استهلك من أي يساوي 0.4 مولاري. شون تتعامل وياها؟ راح تجيبها 2x بدون الإشارة. هذه 2x قيمتها تساوي 0.4. هل ستطلع الأكس لو لم أطلع؟ أكيد طلع. الأكس يساوي 0.4 مضروب بالمجهول بالمقام ويساوي لك 0.2 مولاري. إذن طلعت عدة قيمة منه؟ قيمة x. أستاذ بس هالصيغة تجيني؟ لا تجيك بعد الصيغ. راح أسويك إياها على شكل أفرع. شوف. هنقول هاي أليف هاي باء. مثلا قل لك يا باء. يعني ورا وصل التفاعل إلى حالة الاتزان. وجد إنما تأيّن من بي يساوي 0.9 مولاري. أستاذ شون أتعامل وين المعلومة؟ أول شيء شون الكلمة اللي سبقتها قل لك ما تأيّنه. التأيّنه يعني تغيّر بالتراكيز. يعني المرحلة الثانية بالفرضية. من يا مادة من بي. وين هي بي هاية؟ وين المتغيّر مالتها؟ وين المتأيّن؟ المتأيّن وين هذا المتأيّن؟ شون عرفت أستاذ متغيّر؟ لأن قل لك ما تأيّنه. من قل لك ما تأيّنه يعني السطن الثاني. ثلاثة أكس يساوي لك شقد يعني؟ ساوي لك.. هيّكون كتبتها السطنان بساعتها. ثلاثة أكس قلنا نأخذها بدون الإشارة. هاي. بدون الإشارة. بدون الشنو؟ الإشارة. ثلاثة أكس يساوي لك 0.9. إذن الأكس يساوي لك 0.9 على ثلاثة. هاي بيها واحد، هاي بيها ثلاثة. إذن يساوي لك 0.3. طلعة عدة قيمة أكس. زيّاً. أستاذ، افتهمت. بعد ما لديك أستاذ؟ ما لدينا أصيق؟ جيم، هاي أريدك تفتح عقلك وتكتب لياها وتحفظها في 500 مرة قليلة. زيان؟ أريدك هاي تحفظ لياها. راح أعلمك شون تتعاملوا للنسبة المقاوية. انتبهوا إياي. قل لك مثلا وجد إنما تحلل من A يساوي 20% استاذ شلون اتعاملوا للنسبة المقاوية؟ لا تبتشي بروح الحسين لا تبتشي. أنا أعلمك شون تتعامل. أول شي تعالوا إياي. قانون النسبة المقاوية، أي نسبة مقاوية؟ راح تقول النسبة تساوي. شو كتبتها كتاباني؟ النسبة المقاوية تساوي. انت أي نسبة مقاوية بالعالم عندك جزء على الكل في 100%؟ هنا جزء ماتك راح يصحوله شون هو؟ المستهلك ماتك، المتغير. من هو الجزء ماتك؟ المتغير. على الابتدائي، اللي هو الكل الأصلي، في 100%. في شنوباوة؟ 100%. استاذ المتغير شنو معناته؟ المتغير يا حبيبي ذن معانية، استهلكه، يعني ما استهلكه، تحلله، تأينه، تفككه، يعني ما تفككه، ومقدار ناقص ومقدار الزيادة، يعني شنو؟ يعني هذا هذا الثنين أكس أو الثلاثة أكس أو الأربع أكس، تجيبها تخليليها هنا، هي هاي المتغير، يا مادة تخليليها هنا، والابتدائي، الابتدائي ما المادة نفسها، وتضرب لها في 100%، ما أتيهك أعلمك هاني، قل لك النسبة المقاوية هو الطاك، قل لك وجده إنه ما تحلله، ما شنو؟ ما تحلله، تحلله وين استهلك؟ هاي، بالتغير بالتراكيز، وين بالصدر الثاني، من يا مادة؟، من أي، ما تحلله من أي، أي هاي، هاي اي، هاي شنو؟ هاي اي، وين المتحلل مالتها؟، استاذ المتحلل مالتها 2 أكس بدون الإشارة، ممتاز، تعال، المتحلل مالتها اللي هو المتغير 2 أكس، اشقد النسبة بابا، اشقد النسبة قل لك، 20% هاي 20%، زيان، أنا أريد أن أستخرج قيمة أكس ترى، اشقد البتدائي ما المال أي، استاذ 0.4، جيبة عوضة، هاي الابتدائي، يعني هذا التركيز الابتدائي، ايه هو؟ لا، شبع بالبالك انت، يعني إن صعبها عليك؟ لا، في 100 بالمئة، رياضيات هسه، هاي ال بالمئة، وين هاي ال بالمئة، صح لو مو صح؟ استاذ صحيح، هاي شقد مقامها باباتي؟ هاي واحد، هاي شقد مقامها؟ واحد، يعني 100 في 2 أكس راح يصير عندك 200 أكس، يساوي، هاي راح تنضرب بمن بالعشرين، راح يصير عندك 4 في 2 ثمانية، وينزل الصفر هذا الصفر، زيان عندنا بوينت واحد، هذا البوينت الواحد راح، يعني راح يصير عندك يساوي 8، 200 أكس يساوي 8، إذن الأكس يساوي 8 على 200، على شنو؟ على 100، هاي بها 4، وهاي بها 1، 4 على 100، إذن أكس يساوي لك 0.04، أعيدها، أعيدها، تعال، راح أعيدك كل شي، أجدتك المعلومة، أجدتك المعلومة شنية؟ وجد إنما تحلل من أن يساوي لك 20 بالمئة، المتحلي المعنى تتغير بالتراكيز، التغير بالتراكيز الصدر الثاني، شطك؟ طاني نسبة مؤوية، من تسمع نسبة مؤوية تكتب لقانون النسبة المؤوية، شنو قانون النسبة المؤوية؟ النسبة المئوية تساوي، شنو؟ المتغير على الابتداء في 100 بالمئة، خلصت فضت، حبيبي، أبوية، شقد النسبة مؤوية؟ أستاذ طانيها 20 بالمئة، ممتاز، عيني، المتغير مؤوية جيد قيمته، أستاذ قال لي ما تحلل من أي، وين المتحلل ما لأي؟ هذا، 2x بدون الإشارة، اكتب 2x، لماذا كتبت الإشارة أستاذ؟ أستاذ نسيها حبيبي، 2x، الابتدائي، الابتدائي ما لأي شقد باباتي، 0.4، هذا 0.4، زيان، في 100 بالمئة، نزل ليها، خلصت فضت، هاي بالمئة، وين هاي بالمئة، شو راح يصير عندك؟ هاي مقامها واحد، هاي مقامها واحد، بس في بس مقام، في مقام، راح يصير عندك 200x يساوي لك، هاي راح تنضرب بهاي، 4 في 2 ثمانية، والصفر ينزل، عندك بوينت واحد، مرتبة واحدة بعد البوينت، تحفظ البوينت، أو تحذف عفوا، راح يصير عندك الـ x يساوي إنه 8 على ميتين، هاي بها أربعة، وهاي بها واحد، زيان، أربعة على مئة، أربعة بالمئة، 0.04، افتهمناها هسه؟ أستاذ، والله افتهمتها هسه، عرفت شون تعاملوا هي النسبة لماوية، كله زيان، هوا أنا لهذا لريده، هاي إن شاء لازم تكتبها هتا، هاي يكون كاتبها هتا، قبل نعم سحة، كنت كاتبها، زيان، تعال وياي، يطينا بقى الصيغة أستاذ؟ يطيك بقى الصيغة، مثلا شلون؟ دال، قال لك وجده إن نصف كمية A قد استهلكت، قد شنو؟ قد استهلكت، هاي شون استاذ؟ بقى وياي، وجده إن نصف كمية أي قد استهلكت، أنت من تسمع استهلكت، معناتها، تغير بالتراكيز، معناتها صدر ثاني، النصف شنو معناتها؟ معناتها واحد على اثنية، بقى، من يقلك نصف؟ معناتها واحد على اثنية، من يقلك ربع، واحد على اربعة، من يقلك ثلث؟ واحد على ثلاثة، من يقلك خمس، ماكو خمس، واحد على خمسة، سدس، واحد على ستة، ما باع، هي أغلب شيء من الثلاثة، أقوى شيء من الثلاثة، وأقوى شيء، أقوى شيء، الأولى والثانية، أقوى حتى من الثالثة، زين، باعو يا حبيبي، حسنا قل لك، وجده إن نصف كمية أي قد استهلكت، من يستهلكت؟ من هو؟ من هو؟ من هو يستهلك؟ مو الابتدائي؟ مو الابتدائي هو يستهلك؟ يستاذ والله الابتدائي يستهلك، زينيا، وجده إن نصف كمية أي قد استهلكت، معناتها ما دام أنت لقيت كلمة استهلك، كلمة استهلكة دلالة على التغير بالتراكيز، زين، ما دام التغير بالتراكيز، نصف كمية شنو أي؟ إذن، وين التغير مال أي؟ التغير مال أي هذا أستاذ، ثنين أكس، أوكي، هاي ثنين أكس، تساوي، المتغير ماتة، المتغير، يعني الاستهلكة، الاستهلكة نصف كميته هو شقد كميته استاذ كميته 100 هاي هاي هنا أو ذاكي 0.4 استاذ كميته 0.4 زين يقول نصف كميته استهلكت يعني نصف هاي استهلكت يعني 1 على 2 في 0.4 يعني معناتها 2x راح يساوي لك هاي بيها 1 هاي بيها 2 إذن 2x يساوينا 0.2 الـ x يساوينا 0.2 على 2 ويساوي 0.1 مولاري تهمناها لو بعدنا عيدك ياهو عيدك ياهو تدلل جاك بالسؤال قال لك شنو قال لك والله وجده إنه ربع كمية بي قد استهلكت وين هاي بي هاي بي المستهلك مالتها اللي هو التغيير بالتراكيز اللي هو 3x هذا 3x هو من هو نستهلك اللي بالبداية اشكال البداية مال x أو مال b صفر بوينت 4 تعال إذن هنا نتخليلي صفر بوينت 4 يقول ربع ربع هذا صفر بوينت 4 استهلك معناتها أضربها في 1 على 4 راح يصير هاي بيها 1 هاي بيها 1 ويساوينا صفر بوينت 1 إذن ثلاثة x ساوينا صفر بوينت 1 الأكس يساوينا صفر بوينت 1 على ثلاثة وراح يصير أدك هنا البوينت يروح يصير 1 على ثلاثة نتقسمها ويشوف شقد تطلع ما لدي هذا أطول بيها وصلت الفكرة هسا افتهمناها بابا زيان هو يطلع عندنا تقريب صفر بوينت صفر ثلاثة صفر بوينت صفر ثلاثة زيان افتهمنا هسا شون نعرف التغير بالتراكيز أول شي راح يجيك ورا كلمة وصل التفاعل إلى حال الاتزام ويجيك ورا كلمة ما تعينه ما استهلكه ما تحلله ما تفككه مقدار النقص بالنسبة للمتفاعلات مقدار الزيادة بالنسبة للنواتج هسا علمتك هان شلون تتعامل وياما تتعامل ويتتغير بالتراكيز اضطينا بعد الصيغة أستاذ اضطيك بعد الصيغة هنه أهم صغتين هاي وهاي وبالنسبة للنواتج بسيطات ثانية ليس مع علم ومهمات لا بس اقول لك بسيطات بس يعني كصعوبة تقريبا هاي وهاي بس ان شاء الله هستفتهم ستة بني قل لك ربع يا هي المادة مثلا نقول لك ربع كمية المادة استهلكت يا هي المادة الاستهلكت بي اذهب على المستهلك مال بي المستهلك مال بي ثلاثة اكس ربعه واحد على أربعة الضربة في تركيز الامتدائي فارضة مية تشتغل الرياضة ويطلع عندك الناس جمال اكس طينا بعد الصيغة أستاذ على النواتج هاريتها هاي على النواتج ولا يهمك هاي على النواتج مثلا واو يقل لك وصل تفاعله لحال الاتزان ووجده ان مقدار الزيادة في تركيز سي كان صفر بوينت ثمانية مولاري مقدار الشنو مقدار الزيادة مقدار الشنو مقدار الزيادة وين مقدار الزيادة هذا السطر الثاني تعال همي انا تجيبه بدون الاشارة أربعة اكس يساوي لك صفر بوينت ثمانية لا يجبه بدون الابتداء لا هنا لا يجبه لك الربع ولا الانية بالمئة تستخدم اعتياجه مساواة أربعة أكس يساوي لك صفر بوينت ثمانية على أربعة ويساوي لك صفر بوينت ثمين وانتهت السالفة كنا متعلمنا إلى تتعامل هذه والإضافة منذ انكتب لك عشر مرات وهذا أهم لا تقومب إيجبك بقالت قبله أخبرت تتعامل ما تأية تغير بالتراكيز ما تأين تغير بالتراكيز ما تفكك تغير بالتراكيز مقدار نقص مقدار زيادة تقول لأستاذ تغير بالتراكيز صدر الثاني بالفرضية افتهمنا اي استاذ افتهمنا هل سأريد من عندك أريد من عندك تنتظرني أعلمك المرحلة الأخيرة من الفرضية وصلت هاي تنكتب اش قد عشر مرات العباس عليك تكتب عشر مرات زيان بابا يلا طلاب الأعزاء نرجع نكمل المرحلة الأخيرة من الفرضية احنا تعلمنا مرحلتين بعد انها مرحلة واحدة وننهي الفرضية تعالوا يا اي المرحلة الثالثة التراكيز او الضغوط عند الاتزان او التراكيز النهاية او الضغوط النهاية لو عند الاتزان لو النهاية ينصح لها واحدة من عندهم شنية حصيلة جمع المراحل السابقة وفيها نتخلص من المجهول المجهول نتخلص من عندنا مثلا الـ X نتخلص من عنده او مجهول آخر نتخلص من عنده من خلال المعلومات اللي تنطي أنت نطيب السؤال، مثلاً سأقل لك شن المعلومة ما أستهلك من أي يساوي 0.2 مول 0.2 مول هي هاي معلومة، شن هي شن المعلومات؟ تعال شون نعرفها بابا أو شون نكتبها؟ قل لك هنا التراكيز، أنا راح أكتبك بالتراكيز، بس هي لو التراكيز لو ضغوط التراكيز النهائية أو عند الاتزام، عند الاتزام، قال لك هي شنية؟ قال لك حصيلة جمع المراحل السابقة، يعني تجمع لي هاي وهاي، تعال اجمع ليها، تعال يا حبيبي بس التمنى النهاية، قول هاي ناقص هاي وخلصت، يعني هنا بس تسوي هيد شي، شوف شون راح أسوي هيدا ما قلت التركيز البتدائي؟ صفر بوينت أربعة، اجمعوا ايا منوية التركيز النهائي زائد سالب 2x، موجب بالسالب سالب، إذن راح يصير عندك صفر بوينت أربعة ناقص 2x، هاي صفر بوينت أربعة ناقص 3x، وعرفت ليش، عرفت ليش، صفر زائد أربعة اكس بالموجب، أربعة اكس إذن هسا كملة عندك الفرضية، هذني يصيحولهن، هذني يصيحولهن تركيز النهائية أو الضغوط النهائية زين استاد فرضاً نطعني معلومة على التركيز أو الضغط النهائي، شلو نعرفها؟ تعالوا إياي، حقك لازم تعرفها سؤال كيف نعرف إن المعلومة تخص التركيز أو الضغوط النهائية؟ أو الضغوط الشنية؟ النهائية، تعالوا إياي شون نعرفين؟ انتبه بعد هذه الكلمات، شنو الكلمات؟ ما تبقى أو بين قوسين المتبقي، شنو المتبقي؟ يعني شنو أستاذ؟ يعني الباقي ماتتك؟ أنت مجال عندك مئة؟ صرفت جيد من عدهن، راح يظل عندك هنا باقي، هذي السحولة، هذي السحولة، باقي أو متبقي أو ما تبقى؟ إذن باقي، ما تبقى أو متبقى خاص بمن؟ بالمتفاعلات، خاص بمن بابا؟ بالمتفاعلات، زي السحولة، أوكي، هاي افتهمتها، إذا قل لي متبقى أو ما تبقى على المتفاعلات، وبعد أستاذ، وإذا قل لك المتكون أو ما تكونه، معناتها نواتج، معناتها شنو؟ نواتج، إذن هنا، المتكون راح يكون هناك، وكانت برعتم التركيز النهائي عند الإتزام، بالنسبة للنواتج المتكون أو ما تكونه، التركيز deanه، التركيز النهائي بالفرضية عند الإتزام، التركيز النهائي لنواتج أو عند الإتزام، إذن من يخبروا لي ما تكون أو متكون يغني النواتج، ما تبقى أو متبقي يعني شنو؟ يعني متفاعلات، افتهمناها، افتهمناها، خوش، السؤال اللي يطرح نفسه بكل المراحل، استاذ شون تأتي نصيغته، تعالوا إياي طبعاً هذا لا تأخذونه عليها، ترى هذا سؤال افتراضي، والله الكريم افتراضي، زيان؟ انتبهوا إياي هذا افتراض، أنا أريد فهمك، همينا نفس الحالة التراكيز النهائية أو قيمة التراكيز النهائية تلقاها بعد كلمة حالة الاتزان، يعني يقول لك وصل التفاعل إلى حالة الاتزان، راح تلقي شغلتين التغير، التراكيز اللي تعرفه عن طريق كلمة ما استهلكه، ما تفككه، ما تحلل، ما تأينه، مقدار نقص، مقدار زيادة هذه وراء وصل التفاعل إلى حالة الاتزان، إذا ذن الكلمات معناتها تغير وذا لقيت متكون أو متبقي معناتها تراكيز نهائية، معناتها شنية؟ تراكيز نهائية مثلاً قال لك وصل التفاعل إلى حالة الاتزان، فوجده أن ما استهلك من أي يساوي لك 0.2 مول ويطيك بعد معلومة مثلاً، والمتكون من C يساوي 0.8 مولاري مولاري، أستاذ، شون تعامل ويا المعلومة؟ أول شيء هي وراء وصل التفاعل إلى حالة الاتزان، ثاني شيء قال لك شنو؟ متكون ما دام متكون معناتها، السطر الثالث، اللي هو التراكيز النهائية ونواتج ما قلت قيمة النواتج أو التراكيز النهائية بالمالة C؟ أربعة أكس، أستاذ شون تعامل وياها؟ تعال أعلمك شون تعامل وياها ما قلت لك؟ قال لك المتكون مال C يساوي لك 0.8، هو المتكون مال C قلت قيمته بالفرضية أربعة أكس، يساوي لك 0.8، إذن أكس يساوي لك 0.8، على أربعة يساوي لك 0.2، انتهت أستاذ، بس هالصيغة هاي؟ لا، ينطيك بعض الصيغة ممكن، ينطيك ممكن، بعد شيء يطين أستاذ، مثلا أليف أو باء، إحنا مثل ما اتفقنا هاي نعتبرها باء، قال لك يا أبا، وصل التفاعل إلى حالة الاتزان، ووجد أن ما استهلك من أي يساوي لك 0.2 مال، والمتبقي، يعني هاي ما موجودة بس هاي، والمتبقي، صيغة ثانية، يعني هنا أنا هاي نصح لها أليف وهاي باء، والمتبقي، متبقي، من مثلا أي، يساوي 0.2، هاي، انت من تسمع كلمة متبقي، معناتها تراكيز نهاية، بس متفاعلات نواتج متبقي متفاعلات، متبقي شنو؟ متفاعلات، تعالوا إياي، يعني معناتها شنية، 0.4 ناقص 2x، راح تقيلها 0.4 ناقص 2x، حتى لا تخربط، لا تخربط، اثنان هاي، 0.4 ناقص 2x، قال لك هو هذا، 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 هذا المتبقي، هذا ذاك، سأشوفه، هذا المتبقي، يساوي لك 0.2، ماذا قد يساوي؟ 0.2، يعني المعلومة اللي ينطيني إياها أساوي هوية تركيز أو القيمة الموجودة بالفرضية، القيمة الموجودة بالفرضية، معناتها، شراح يصير عندي، هذا نقلي لهنا، هذا جيبه لهنا، راح يصير عندي 0.4 قاعدة بمكانها، 0.2 جدت، يعني راح يصير 0.2 سالب، ويساوي إنه موجب 2x، إذن، هنا راح يصير لك 0.2 يساوي 2x، إذن الـ x يساوي لك 0.2 على 2، ويساوي لك 0.1، هاي الصيغة، بعد شتديك صيغة مثلا، بعد شتديك صيغة، شوفوا اي، بس قبل لاحكي لك هاي الصيغة، خلي نفرض إنه هاي صفر بوينت 2، مو صفر بوينت 4، صفر بوينت 2، جدتك صيغة قالت لك مثلا جيم، وصل التفاعل إلى حالة اتزان، وجده إن تركيز A و B متساويان، تركيز A و B متساويان، استاذ هذا شو نعرف نهاية، ما منطيني، لا متبقي، لا متكون، سجل ملاحظة يمك ترشية بذنك، هاي تخليها، أي رقم، أي رقم أو أي معلومة تعطى بعد كلمة وصل التفاعل إلى حالة الاتزان، تعتبر تراكيز نهاية، تعتبر شنو؟ تراكيز نهاية، أي معلومة ننطيقياها، وراء كلمة وصل التفاعل إلى حالة الاتزان، يعني ما بها لا مستهلك ولا متبقي، يعني لا تعرف حتى، تعتبرها تراكيز نهاية، وبها الريبة، زيان، ما لك علاقة بها، امشوا وراي، ما لك علاقة، تعال، وجده إن تركيز A و B متساويان، يعني ما؟ يعني هذا تركيز أي النهائي، يساوي تركيز B النهائي، شلون يعني أستاذ؟ بس خنعوض هنا صفر بوينت 2، شلون يعني أستاذ؟ تعالوا ياه، يعني صفر بوينت 4 ناقص 2x يساوي صفر بوينت 2 ناقص 3x، ها هي، شلون يعني أستاذ؟ ها أنا أقول لك شلون، هذا النهائي بالساويات، تنقل جماعة الـ x بمكان، وهي بمكان، زيان، شون يعني ش يساوي بعد؟ انتبه، 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 ها هي راح تجيبها لها، هاي ش راح تساوي لها؟ هاي خد تبقى صفر بوينت 4، وهي يصير صفر بوينت 2، هاي راح تجيبها لها وهي ينقلها لها، كل شي بسيطة، يعني راح يساعد لك، اجدت 3x بالموجب، سالب 2x يساوي لك، صفر بوينت 4، هاي راح تنقل لها وهي يصير صفر بوينت 2، يعني راح يصير عندك 3 ناقص 2، راح يلقى بس الـ x، وهنا هنا اذا 4 يروح 2 يلقى بس 2، إذا قيمة x صفر بوينت 2، هاي راح تجيبها بمسألة موجودة انضافة سمت 23 بالكتاب الجديد، باباتي هاي الفرضية، وهي سوال فيها، أضطيتك المعلومات الكافية والوافية عن الفرضية، كل شي عن الفرضية الدكية، شن اللي ببالة كان سويتها؟ هاي يا حبيبي هاي الفرضية هنا هاي واحد هاي اثنين، يعني هاي 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 خصوصاً نظرني الكلمات، تكمل الفرضية وتكمل الكلمات وهالكاليشة تكتب لها 10 مرات، أستاذ والله كثرت علينا والله بس سألتك تتحملني بس تحملني هاي المحاضرة من تتحملني هاي المحاضرة وتمشي وإياي مثل ما أريد من قادم المحاضرات من ناحية المسائل نهائيا ما راح تعاني والله العظيم ما راح تعاني راح تشوف المسألة جد بسيطة و جد سهلة هسه أريد أسوي لك فد حصيلة يعني بابا وإياي أخير شي هاي أخير شي بس سأسويك إياها وانتهت مثلا بهذا التفاعل كانت المعادلة مثلا ثلاثة H2 زائد N2 راح تنطيك اثنين أنا H3 وفق هذا السؤال وفق شنو؟ بس أطبق لك على السؤال همودة تثبت معلوماته ببالك وها هي خطوات الحل شلون؟ خطوات حل المسألة أولا المعادلة تنزل المعادلة أولا ننزل المعادلة اثنيا فرضية ثلاثة نطبق أما كيسي أو كيبي إذا كان عندك تراكيز كيسي وضع ضغوط كيبي زيان استاذ بكيسي تركيز عوضة ستجل ملاحظة أمك هذا 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 في كيسي وكيبي التراكيز أو الضغوط التي تعوض هي النهائية يعني تعوض للسطر الثاني أو الثالث عفوا بالكيسي أو الكيبي بثابت الاتزان بثابت الاتزان تعوض للتراكيز عند الاتزان التراكيز عند الاتزان يعني الثالثة هاي المعادلة العدي هسا تطبق حل المسألة على هاي المعادلة أول خطوة ننزل المعادلة ثلاثة أشتو زاد أنتو راح ينطينا ثنياً نه 3 وصلت وصلت استاذ وضع استاذ ابتدائي صفر بوينت أربعة من أيوبي صفر بوينت أربعة صفر بوينت أربعة بعد استاذ هنا صفر تغير بالتراكيز ناقص ثلاثة أكس شون عرفت استاذ أول شيء متفاعلات راح تنقص وهاي المعاملة ماتة ثلاثة والمتغير رمز أكس ورد ناقص أكس استاذ ليش أكس هذا واحد ما ينكتب استاذ ممتاز ناقص أو زاد اثنين أكس ليش بابه لأنه هنا المعاملة ماتة ثلاثة صفر بوينت أربعة ناقص ثلاثة أكس صفر بوينت أربعة ناقص أكس اثنياً أكس هاي التراكيز ابتدائية تغير بالتراكيز والتراكيز النهائية والتراكيز يا تراكيز النهائية باباتي الهنانة أنا رتطيكم ملاحظة بس شوي راح ستصبح للمحاضرة هواي عليكم أنا أريدك بس أعلمك هذا بس أعلمك شون سوف أرضية أعلمتك شون سوف أرضية بذمتك بشرفك تكتب المحاضرة هاي عشر مرات هاي المحاضرة تكتب لها عشر مرات بشرفك إذا تريد تفتهم وذا تريد تنجح من السادس وذا تريد يعني تمشي صح بالفصل الثاني تكتب لها عشر مرات زيان زيان ها هي يا شباب خلصت محاضرتنا إن شاء الله شوفكم بالمحاضرة القادمة راح نحل المسائل ونشوف نشكلة بسيطات اللي هن خابصيكم بيهم مسائل الفرضية خابصيكم بيهم والله لنخليهم أسهل أسهل مسائل زيان حبيبي يلا في آمان الله فضلا منكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله المرجع الإلكتروني للمعلوماتية طريقك نحو المعرفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر